اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم مع اشخاص كايب حديث عراقي بعد ان انتهت ما يسمى الانتخابات المبكرة واعلنت المفوضية العلية للانتخابات مثل ما قالوا النتاج الاولية ثم عادت وقالت انها لم تعلنها بشكل كامل وبعد اعتراض الكثير من اطراف العملية السياسية على النتاج التي حصلوا عليها وبعد اخذ وجر والكثير من الاحاديث والكثير من التأخيرات عادت واضهرت نتائج اخرى الكثير من قوى العملية السياسية لم ترضى بها هذا ما يبدو بالمشهد وخرجت مظاهرات لمن يدعون انهم قد زورت نتائجهم او قد سلبت نتائجهم منهم بسبب المفوضية بسبب الحكومة اتهامات كثيرة تهديد بالسلاح تهديد باشعال العراق هذا كله موجود لكن ما يهمنا في هذا الموضوع انه كلال هذه الفترة ارتفعت نغمة جديدة بعد ان ظهرت حقيقة ان عدد المشاركين في الانتخابات ضئيل جدا جدا وان الغالبية العظمى من الشعب العراقي قاطعت الانتخابات بشكل واضح جدا وكان قرار واضح بالمقاطعة لهذه الانتخابات لعدم ثقتها لا بالانتخابات ولا بالعملية السياسية ولا بكل قوىها لا تريد كل هؤلاء ويعني اعيد مرة اخرى الواجهة شعار فور التشريين نريد وطنه نريد ان نتخلص من كل هذه العملية السياسية وكل رموزها وكل اشكالها لان فيها الخراب هذا ما افصح عنه الشعب في مقاطعته لهذه الانتخابات حاولوا التزوير بكل طريقة الحكومة المفوضية قالت والحكومة قالت واحزابها قالوا ان النسبة اثنين وواحد واربعين ثم عادوا ورفعوا النسبة بعد ايام الى ثلاثة واربعين واثنين واربعين والحقيقة ان النسبة وفقا لأياد علاوي احد مؤسسي هذه العملية السياسية واحد رموزها الكبار منذ عام 2003 قال انه نسبة المشاركة لا تتجاوز 12% وهذه هي الحقيقة يعني العدد ضئيل جدا جدا عدد الذين قاطعوا الانتخابات من العراقيين قرابة 90% من العراقيين قاطعوا هذه الانتخابات ولم تكن مقاطعتهم يعني محظو صدفة او قرار عاطفي او لأسباب أسباب يعني غير مفهومة لا بأسباب مفهومة وقرار منطقي وعقلاني وصائب وله غاياته ودلالاته اموما في حومة كل ذلك ظهرت احاديث كثيرة ونغمة كثيرة يحاولون تسويق قلال هذه الفترة وهي ان الذين خسروا انتخابات هم الميليشيات المنفلتة هي الميليشيات التي تقتل هي العصابات فقط وهذه تابعة لأطراف خارجية اما الذين فازوا فهذا ما يريدون ان يقوله اما الذين فازوا هذا التسويق الجديد هي القوى الوطنية القوى العقلانية قوى الاصلاح القوى المستقلة وهذه ليست الحقيقة هذه قمة هذا قمة التضليد الجميع كل الذين شاركوا في العملية السياسية هم يعني ضمن هذا الاطار المحاصصي القاهر المؤذي اللي هو اسم العملية السياسية الذي دمر العراق بكل مدخلاته ومخرجاته هذا واقع الحال فكل من اشتركه في العملية السياسية والانتخابات هو جزء من هذه المنظومة قبلة بهذه المنظومة وهو جزء منها اسمه مستقيل اسمه ماعرف منه اسمه صدري اسمه ماعرف هم كلهم جزء من هذا الخراب مسؤولين عن هذا الخراب حتى وإن كانت أعداد جديدة وجوه جديدة عناوين جديدة ادعون انهم مستقلين ادعون انهم متشرينين كذبة كبيرة هذه القوى كلها تابعة لهذه القوى المسيطرة على الساحة السياسية منذ عام 2003 لحد الآن تستبدل الوجوه عملية تدوير لهذه الوجوه بطريقة أو بأخرى للإبقاء على العملية السياسية وخداع الناس هذه النغمة الآن بدأت تتصاعد والبعض ربما من الذين يعني يعني ربما بنوايا طيبة ربما ما لا أعرف ماذا قد انخدع ربما أو قد صدق هذه الفرية صدق أن هؤلاء الذين يعني لم يفوزوا بأصوات كثيرة هم فقط هذه الميليشيات وهذه التي أذت العراق منذ عام 2003 لا وهذه هي يعني هذا الجزء هو المخرب والمدمر للعراق لا لا هذه ليست حقيقة الحقيقة أن كل الأجزاء هذه من فازوا ومن خسروا هم سبب نكبة العراق سبب هذه الكارثة هم الذين حتى الذين دخلوا حديثا إلى هذه العملية السياسية يتحملون هذه المسؤولة لأنهم يعرفون من البداية أن هذه العملية السياسية عملية محاصصة عملية فساد وخراب ودمار ومحاصصة طائفية وإثنية ومقاسمات وتقسيمات مبنية على حصص معينة وهذا واقع الحال وكل الذين دخلوا استخدموا المال الحرام استخدموا دعايتهم في كل شيء واعتمدوا على قوى خارجية وداخلية لتمويل حملاتهم لكي يردونها لهم فيما بعد أضعاف مضاعفة وهذا ما حدث فبالتالي كل القوى من يدعي أنه مستقل من يدعي أنه يدافع عن الوطن هذه كذبة كبيرة من يدعي الأصلاح هو جزء من هذه المنظومة منذ عام 2003 لحد الآن فلا يمكن قبول هذا الحديث هذا الحديث حديث مفترى حديث فيه تشويه وتضليل وعلى الجميع أن ينتبه إليه لأنه فيه تضليل محاولة للانقلاب على الواقع وتسويق هذه الحكومة طبعا وهناك أطراف دولية وأقليمية تدعم هذه الفكرة تحاول ترويج تسويق هذه الفكرة على أن هؤلاء الذين في السلطة الآن أو الذين تم انتخابهم هم صفوة هم من طالب بهم الشعب الشعب لم يطالب الشعب قاطع هذه الانتخابات من انتخب هؤلاء هي القلة التي تابعة للأحزاب وهي القوى التي تأتمر بأوامرهم والمستفيدة من عملية سياسية هذا واقع الحال لذلك من انتخب هؤلاء من يقول أنا مستقل من يقول أنا أصلاحي هم جزء من منظومة الخرار هذه ومن قاطعه هو الشعب فبالتالي لا يجوز يعني رمي كل هذه النفايات يعني في حضن الشعب والادعاء أن الشعب قد انتخبهم والشعب لم ينتخب والشعب قاطعهم وهو مؤمن ويعرف جيدا مؤمن بخطوطه ويعرف جيدا أن هؤلاء لا يصنعون بلدا وهم أساس الخراب والدمار لذلك هذه الفكرة يجب أن يفهمها الجميع ويعرفون أن الجميع من يتظاهرون في الشارع بهذه الطريقة المريبة والمعيبة بهذه الطريقة التي يحاولون بها النيل من تظاهرات العراقيين والنيل من ثورة تشرين وشتمها وادعاء أنهم هم الذين يمثلون الوطن هؤلاء ومن فازوا وادعون أنهم قوى الأصلاح وقوى المستقلة الكل في نفس المركب الكل في نفس الخانة الكل في نفس العملية السياسية المدمرة الكارثية للعراق هذا واقع الحال هذا ما ردنا أن نتحدث عنه هذا اليوم أترككم بخير وأترخيكم في حلقتهم قادمة إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر